بص يا سيدي قصة كهربا من طقطة لسلام عليكم شافي طقطة بس هاي بتقال كده من طقطة لسلام عليكم كهربا بعد المباراة أمس مباراة سيراميكا كيليوباترا كان متدايق ومتعصب ومتنرفز ليه؟ عشان كهربا شاف انه عدم الاعتماد عليه كمهاجم في مباراة سيراميكا كيليوباترا رغم غيابه سامة أبو علي اللي كان بيريحه مارس الكولر دي حاجة بالنسبة له اهانة ليه جدا وشاف انه الاعتماد على طاير محمد طاير ده معناه انه انا اللي هو كهربا يعني خارج حسابات المدير الفني في الاحماء كان متدايق حتى في الاحماء كان متدايق بعد المباراة مارس الكولر عامل قاعدة محاضرة للعبين بيقول لهم والله انت عملتوا الأخطاء ديت والله لا انت كنت كويس في القصة دي لا انت كنت مخطئين في القصة دي كهربا سايب القوضة وماشي فكولر بيقول له تعالى في محاضرة فكهربا بدأ يحتد بدأ يتعصب هنا تدخل كابتن محمد رمضان وطلب من كهربا ان يبقى في المحاضرة رفض كهربا وقال انا هنتظر اللاعبين في القوتوبيس وبطبيعة الحال اتخذ كابتن محمد رمضان المدير الرياضي يعني بمهام مدير الكرة في النادي الاهلي قراره ب سفر كهربا الى القاهرة واستبعاده من معسكر الفريق وتغريمه مليون جنيه وتغريمه مليون جنيه فيه كذا سؤال في هذا الامر الاول بس قبل ما اقولك الاسئلة كهربا لما طلع الاوتوبيس عشان بس برضو اعديك الصورة كاملة يعني كهربا لما طلع الاوتوبيس بكاء بكاء الاطفال بكاء بحرقة يعني كان زعلان جدا لدركة انه فيه تمانية من اللاعبي الفريق حاولوا يقنعه الكابتن محمد رمضان انه بالعضول يعني حاولوا يقنعه بالعضول عن قراره والاكتفاء باقف اللاعب او تغريمه مليون او ابعاده عن الفريق الفتر الجاية ولكن استمراره فيه المعسكر الفريق دون صفر طبعا الكابتن محمد رمضان رفض هذا الامر وتمسك بيه قراره حاول اللاعب وهو يبكي انه يعني يتكلم مع زميله انه هو معمالش حايبيرة فزميله برضو زي بيقولك ده ايه طيبه بخطره في الاوتوبيس والكابتن او عفوا الاستاذ محمد الضماطي رئيس باعث النادي الاهلي في الامارات عمل جلسة مع الكابتن محمد رمضان واتفقوا على تغريم اللاعب وصفروا الى مصر بعد الرجوع طبعا بعد ما خدوا التأكيد من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكرة بص هقولك تفصيلة مهمة جدا هقولك تفصيلة مهمة جدا اولا ليه الاهلي اعلن هذا القرار صباح اليوم ساعة 8 الصبح كان الاهلي منزل قراره بشكل رسمي كده كده القرار ده كان متاخذ من انبارح بالليل من انبارح بالليل بس هم ما يكنواش عايزين يعلنوا القرار الى لما يحجزوا الكهرباء طيران وبالفعل كهرباء سافر بالزبط بالزبط الساعة 6 وربع الصبح من الامارات اثناء ما هو موجود في الجو في الطيارة النادي الاهلي نزل الخبر بشكل رسمي طيب حد يقولك رايحين على مواجهة الزمالك وحكاية الزمالك ومباراة كمة ولسه خسرين من الزمالك في السور الافريكي ليه نعمل دوشة ما كنت ما اعلنتش العقوبة دي دلوقتي وكنت سبت حتى كهرباء في الفندق في المعسكر حتى لو مش يلعب المباراة تصوري واتوقعي وده تحليل وهقولك بقى المعلومات تحليل كهرباء لو فدل في الفندق وكده كده خلاص التوب بقيتوا فهمين كلكم انه ما فيش معلومة بتستخبه ما فيش معلومة بتستخبه يعني فيه لعيب هيسرب لإعلام ايه لعيب هيسرب لصحة فيه مدر ايه كده كان المعلومات الخناء اللي حصل دي او المشكلة اللي حصل دي كده كده الإعلام هيعرف بيها طيب لو لقى لقى مباراة الزمالك والزمالك فاز على الاهلي والاهلي خصي من المباراة رد فعل الجمهور في اللحظة دي هيبقى ايه يعني هو كهرباء يعمل كده وتسيبوه ايه التسيب ده ومنتو جبتو الكابتن محمد رمضان ليه وبمناسبة الكابتن محمد رمضان لما يبقى اول مواجهة بين مدير الكرة او المدير الرياضي الجديد بلاعب فاللاعب يعصي اوامره المفروض يبقى قراره ايه لابد ان يكون قرار رادع جدا ماشي حد قالك طيب كهرباء اتعاقب وصافر الى مصر ما كنتش على انت اقصر الحكاية يعني خلص انت سفرته ما تقولش ان انت بقى سفرته ورحلته الكلام الكبيري ده يا جماعة ما وكهرباء هيبقى في المطار في مطار الكهيرة في حد هيصوره في حد هيشوفه في حد هيسأل كهرباء نفسه هيقول لالناس انا رجعت ازاي الاهلي ما اعلنش لازم الاهلي كان هيعلن لازم طيب هل مارسل كولر او هل الاهلي اصلا او هل محمد رمضان اتخذ القراري السليم بعض الناس يقولك لا بقى جو التنظير وجو النازر وجو العقوبات الكبيرة دي والحاجات دي خلاص راح لها الزمن وفكة العصايا والكلام ده كله ما بقى شيء فهيحصل دلوقتي والله وارد بس التصوري انه ده لو حصل وتغير الوضع ده في النادي الاهلي الوضع اللي فيه حزم شديد جدا مش هيبقى النادي الاهلي والأمور هتختلف النادي الاهلي العلامة المميزة تاريخيا عنده انه دائما وابدا يفرد الانضباط على النجوم كانوا اساطير كرة القدم المصرية مش بس النادي الاهلي مش كهرباء مش كهرباء مع كامل الاحترام لكهرباء ولعب موجوب وجايد بس اذا لو عدت لك الاسماء اللي اتعجبت في النادي الاهلي اسماء كبيرة جدا بالمناسبة منهم حسام حسن وبرهيم حسن اساطير الكرة المصرية منهم عصام الحضري اعظم حارس في تاريخ مصر واسماء كتير قوي قوي يعني ده موقف موقف التاني هو كهرباء اللي عملوا ده اول مرة اول مرة يعمل كده كهرباء لا كهرباء عمل كده مع كابتن سالة عبدالحفيز قبل كده وخد غرامة مليون جنيه بالمناسبة محدش لما كابتن سالة عبدالحفيز غرام كهرباء مليون جنيه قالوا ان كابتن سالة عبدالحفيز غلط بالمناسبة شيء بشيه اسكر واتخاني مع الشناوي واتخاني مع كابتن سالة عبدالحفيز وقبل كده في الزمان كان خناء كهرباء عنده مشكلة بص كهرباء لعب موهوب لعب جيد ولعب طيب بقولك بكى بحرقة في الأوتوبيس وحياة الطيبين دول مبقاش قراراتهم او افكارهم او انفعلاتهم محسوبة مفهوم انا مش قولي نوابا انا مش اقتلوه اعدموه مفيش الكلام ده بس برضو لعب بكل هذه الخبرات لعب بهذا العمر لعب دولي مش قادر يتحكم في انفعلاته تبقى مشكلة كبيرة كابتن محمد رمضان قال كلام واضح جدا لكهرباء وكل لعب النادي الاهلي بعد موقف كهرباء اللاعب اللي هيحط مصلحته اهم من مصلحة الفريق مش هيبقى موجود ماشي في سؤال كمان لابد من اجابة عليه والاجابة هتسمعها دلوقتي هل الاهلي سيعرض محمود عبد المنعم كهرباء للبيع اسمع المعلومة الاهلي كسب الزمالك في نهاء السوبر المصري كهرباء عنده فرصة انه يكمل مع الاهلي كهرباء عنده فرصة انه يكمل مع الاهلي الاهلي خسر من الزمالك في نهاء السوبر المصري كهرباء برا النادي الاهلي وانا هو وانت هو تركز معاي الاهلي كسب الزمالك كهرباء وارد مش اكيد يكمل الاهلي خسر من الزمالك كهرباء خارج الاهلي انا بصراحة مش جاي على كهرباء بس انا بحترم الانضباط وبحترم الانضباط دايما اللي بيعمله النادي الاهلي هو ليس دفاعا على قرار النادي الاهلي وليس هجوما على كهرباء احب الانضباط انا يكيفني لما شوف قرارات انضباطية فكرة بقى انه ايه يا عم عديله المراضي يا سيدي تم تسيبلي فلان يا سيدي ما الدنيا مشة وحلوة ولذيذة ما نعديها البعض فيش كلام ده بقى في الاندية الكبيرة وده مش متعودين عليه في النادي الاهلي بصراحة تاريخيا